ما إن آل الصراع السياسي في اليمن إلى الحرب حتى أذخنت المدن بأوجاعها لتمتد إلى القرى والأرياف التي لم تطالها خدمات الدولة ولا أسس المدنية لكن الصراع امتد إليها ليأكل وجهها الأنقى ويلوثه بلون البارود والدماء لم تخرج الحرب من تعز أكثر المدن اليمنية مأساوية ولم تغادر ضربات المدافع والكاتيوشا فخرج معظم سكان هذه المدينة إلى الأرياف والقرى هربا من الموت لكن الحرب هي الأخرى لم تلبث أن انتقلت إلى الأرياف تلك لتلاحق المدنيين وتنكل بهم لا شيء هنا سوى غبار المجنزرات العسكرية بعد أن غرقت الميليشيا في وحل الصراع في مساحة هذه المحافظة الممتدة من سواحل البحر الأحمر غربا إلى جبال القبيطة وكرش على حدود لحج جنوبا وشرقا قذائف الميليشيا وقسوة الحياة اجتمعتا لتأتي على ما تبقى من مقاومة لدى هذه المسنة التي فقدت مأواها وضاقت بها سبول الحياة تتسع رقعة الحرب والمواجهات ومعها تتسع رقعة الانتهاكات التي تجرها معها الميليشيا أينما مضت في حربها ضد المدنيين يدفع المدنيون في الأرياف التمنى باهضا بمعزل عن وسائل الإعلام ولا يتم نقل وتغطية أوجاعهم ونقل الصورة التي يجب أن تحمل صوت الضحايا البعيدين لا شيء يبقى هنا سوى جراح الحرب وأدواتها المعطوبة هذه لتبقى شاهدة على عنف الميليشيا بحق المدنيين